مرحبا بكم متابعين اليوم شهدت إسبانيا وفرنسا تظاهرات واحتجاجات كبيرة ضد غلاء المعيش وذلك فقط بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بأسره فقد شهدت باريس الأحد تظاهر دعا إليها اليسار معارض لرئيس إيمانويل ماكرون ضد غلاء المعيش إضافة إلى إضراب عمال مجموعة توطال إنرجي والذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من التفاق حول الأجور إلا أن ذلك الاتفاق لم يكن مقبولا تظاهر كذلك ألف الأشخاص في العاصمة الإسبانيا يوم السبت للمطالبة بإعادة تقييم المعاشات والرواتب وفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك بعد بلوغه معدل تضخم السنوي 8.9% في شوتنبير كل هذه التظاهرات والاحتجاجات كانت بسبب غلاء المعيش التي يعرفها العالم بأجمع هذه الأزمة والأزمة الصادمة والقاسية جدا يعيشها العالم بأسرها ففرنسا وإسبانيا عبروا عن سخطهم على تجميل المعاشات والرواتب كذلك مقابل الارتفاع الهائل في الأسعار والتي تتزايد كل يوم ترجمة نانسي قنقر